كلام كله جاب بعضه طيب احمد احمد النهاردة قال انه بيفكروا جديا مكتب التنفيذ التحالي الافريقي نعمله امم افريقيا في يناير ولما تسألني عن وجهة نظري اقولك 100% احلى فيه ناس لقولك ايه لا خليها فيوليا بعدما البطولات كلها في العالم تخلص والحكاية وانحنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وتفتكوا لكن اللعيبة بتبقى جاية مستهلكة مستهلكة بيلعبوا دورياتي يعني نحن زي محمد صلاح كان لعب البريمير ليج ولعب كاس التحالي انجليزي ولعب دوري ابطال اوروبا جاي مستوي مستوي لكن في الوسط كده في يناير في عز الموس واحد يقولك اسا هيخافها رجلهم لا ما يخافشها رجلية اول ما يخش على منتخب مصر ويشوف السبعين ثمانين مليون بيتفرجوا عليه لا هينسى الدنيا كلها وما فيه وهذا وشاء ان كل رجالتنا وشبابنا اللي بيشارك في المنتخبات يعني فنتمنى ان احمد احمد يصدق في هذا الامر وبالفعل تبقى الحكاية في هذا الاتجاه